بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يبين وأنزل الدوراة والإنجيل منهم قد عدد للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز موز من تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إنهم أم الكتاب وأخر متشابئات فأما الذين في قلوبهم زيه فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقول آمنا به كل من إيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ أديتنا وهب لنا من أدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخفني عياد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كذأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتان فئتهم تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندهم حصر المآد قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجريم تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواب مطهرة وأزواب مطهرة وربوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن مدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا له بغيا بينهم ومن يتعب آيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معه ذات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ويد فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون قل الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو ياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تخاف ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا ويعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والضام على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رغم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطتا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربئين ذلك لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أوثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأوثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكرياء وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربه قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في النحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكوني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تتلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشج والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم أذكر لربك واسجدي واركعني مع الراكعين ذلك من أنباء الغير يحيي إليك وما كنت لليم إذ يلقون أقلاما من أيهم يأكل مريم وما كنت لليم إذ يختصرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يحشرك بكلمة من رسمه المسيح رئيس بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلهم ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والمنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأدنا والأبرص الرحيم نوتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم نؤمنين ومصدق الله من يلي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهده أننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكدين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم قياما ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فموفيهم أدورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيفور الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حدك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم ثم نبتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شابه بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحبون في إبراهيم وما موزلت الثوراة والإنجيل إلا من بعدك أفلا تعقلون ها أنتما أولئ حاجدتم فيما لكم به علم فلما تحبون فلما تحبون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله وليه المؤمنين وادى الطائفة من أهل الكتاب لما يجلونكم وما يجلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لنتكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لنتلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الرائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أوزل على الذين آمنوا وجه النار وكنوا آخرا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهداء ذا الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحادوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسر معدين يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك ومن من إن تأمنوا بدينار لا يؤده إليك لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل لا يؤمنوا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَهَيْمَانِهِ وَهَيْمْ سَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فيَ الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهمُ النَّارِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمًا اَقْيَامَةِ وَلَا يُسَكْتِيهِمْ عَزَابٌ هَذِيمٌ وإن منهم لفريقا يمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان من أجل أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنهوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن يقولون ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرون بالكفر بعد إذ آتم مسلمون وإذ أخذ الله حيثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتعنصرنه قال أخذتم وأخذتم على ذلك القصر قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن أن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغيرك لله كبيرون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما ينزل علينا وما ينزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي أموسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمون ومن يبدا ويرى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشجروا أن الرسول حق وجاءه البلاد والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أمن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجنعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم صورون إلا الذين تاقوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبكم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من عصيين لن تنانوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حرما لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتلوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذيب بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حق البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لنتكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبرونها عوجا وأنتم شهداء وما الأرض غافل عما تعملون يا أهل الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تدلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتلهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصروا بحق الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون ولتكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالنعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكون كالذين تفرقوا واختلقوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تفرقوا وتسودوا جنوب فأما الذين سودت أكفرهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت أكفرهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتموها عليك بالحق وما الله نريد ذلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قموتوا خير أمة أخرجت للناس تأمون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكفرهم الفاسقون لن يضعوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولونكم الأذى رسم الملايين منصرون ضربت عليهم الزلة أي نمازك فيه إلا بحبيب من الله وحبيب من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتمون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تغفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عن الأموال ولا أغلاب من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح في أعصر أصابك حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين هاموا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يأكونكم خبالا ودوا ما عليكم قد بدت البغضاء من أفوالهم وما تخفي صزورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل أوتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غذرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سبيع عليم إذا أما الله فتال منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة زليل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بسوئين وما جعلهم نار إلا بشرى لكم ولقطمئن قلوبكم به وما من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفهم من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَهْكُنُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الَّذِينَ يُوفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظلوب إلا الله ولم يصفوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرت من ربهم وجنة تجنين تحتها الأنهار فالدين فيها ونعم أدر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا من الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس ومدى وموعظة من متقين ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعذون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كره فقد مس القوم كره مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبكم أن تدخلوا الجنة وأما يعلم الله الذين جاهدوا منهم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلهم قلبهم على أعقابهم ومن ينقلب على عقبين فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان بنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤدلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معمور بيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِينَ بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين سننجي في قلوب الذين كفروا الرغب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأوى من النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقت الله أعداده إذ حسنه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفتم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تنهون على أحد والرسول يدعوهم في أخراتم فأثابكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم بعد الرم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد آمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وطائفة قد آمتهم يظنون بالله غير الحق يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجرهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانٍ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا رُزَّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا أَوْ كَانُوا رُزَّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا 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 كُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْبِي وَيُمِيتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَشِيرٌ وَلَئِنْ كُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَدِمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ كُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَعْبَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلِنْتَ لَهُمْ وَلَهُ تَفَضْرًا غَلِيضًا قَلِّلًا فَبُّوا مِنْ حَوْرِكِ فَاعْفَ عَنِهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِئْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُدَوَكِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَأْصُرْكُمْ فَمَنْزَ الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْنِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَجَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا جَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُ وَمَنْ يَغُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُلَّا يُبْمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ عَرْبُوَانَ اللَّهِ كَمَا بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنًّا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُوا بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَ من أنفسهم يثلوا عليهم آياتهم ويزتنهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلالهم مبين أولم أصابت مصيبة قد أصبت مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قديم وما أصابت يوم التقى الجمعان فبإذ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم كتالا لاتبعناكم هم للغفر يومئذ أقرروا منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والغار أعلم بما يكون الذين قالوا لإكوانهم وقعدوا لم أطاعونا ما قتلوا قل فجروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلعين لما أتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون للذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون في نعمة من الله وفضله وأن الله لا يجير أدر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أدر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمة وكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا دوان الله والله فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخطف أولياءه فلا تخارروا وخافون إنكم موتوا مؤمنين ولا يحزنون كالذين يسارعون في القفل إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب العظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نبينهم خير لأنفسهم إن إنما نبين لهم ليزدادهم الإثماء ولهم عذاب أليم ما كان الضار يذر المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى يريز القبيل من الطيب وما كان الضار ليطلعكم على الغير ولكن الله يجتبه من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هم شر لهم سيطبقون ما بحروا به يوم القيامة ولله مراج السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فخير ونحن أغنياء سنتره ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذلكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأمنوا إن الله ليس بظلاب للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبريك جاءوا من بينات والزبر والكتاب المدين كل نفس زائقة نوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الخطور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينوا إن أولد الناس ولا يكلمونه فنبدوا وراء غمورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأنباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أم آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربنا أني لا أضير عمل عامل منكم من ذكن أو موثاء بعضكم من بعض فالذين آجروا وأخربوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عن سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجريد تحيا الأنار ثوابا من عند الله والله عنده حسر الثواب لا يعرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المياد لكن الذين اتقوا ربهم لهم دمنا كون تجريد تحيا الأنار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أموزل إليه وما أموزل إليه خاشعين لله خاشعين لله لا يشكرون بآيات الله ليه ثمنا قليلا أولئك لهم أجرون عند ربهم إن الله سريع حساب يا أيها الذين آمنوا شبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا